السؤال أستاذ خالد سليمان أتمنى أن يكون الصوت واضحا هذه المرة وأن نصل إليه بشكل سلس أستاذ خالد أهلا وسهلا بحضرتك الجديد فيما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قيد السبسي معلش حالك جيد علي لو سمحت أستاذ خالد سأكرر السؤال وأتمنى أن نتجاوز الخلل التقني إذا كان ذلك ممكنا لا تفضل أنا سمع بجلد ممتاز المعلومة الأقرب لليقين أو الأقرب للوثوق التي يمكن الارتكان إليها فيما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قيد السبسي وتدعيات ذلك من دعوة رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب للانعقاد والله أنا اللي عايز أقوله أنه طبعا في الحالات الزيادة أنت لتأخذ إلا بالمصادر الرسمية والمصادر الرسمي فيه المستشفى العسكري أحد أطباء المستشفى العسكري أكد أن حالة الرئيس الباجي قيد السبسي مستقرة وأيضا أن النطقة الرسمية باسم رئيسة الجمهورية السيد عادة جراش قالت أنه الرئيس في حالة مستقرة وتلقى العلاج للمستشفى العسكري وهو الرئيس منذ أيام الرئاسة قالت أنه يعني بيعمل الاختصال في المستشفى العسكري وحالته مستقرة ربما استغل البعض الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في العاصمة التونسية لترويج إشعاعات من نوعا ما أو خلق بلبلة أو كده بسر خالد معلش يعني حيث تتحدث في نقطة أيضا يبدو أنها مهمة تساقا مع حتى المعلومات الرسمية التي نتعامل ونتعاطى معها في هذا الظرف حضرك تقول والتونسيون في وسائل الإعلام قالوا أنه قبل نحو ثلاثة أيام تقريبا تحدث البعض عن فحوصات دورية للرئيس التونسي الباجي قيد السبسي لكن اليوم تم الحديث عن قطع أو غلق الطرق المؤدية من شوارع العاصمة التونسية إلى قصر الرئاسة وكان ذلك تزامنا مع بيان صادر عن الرئاسة التونسية استعمل تعبير وعكة صحية حد تعرض لها الرئيس التونسي ونقل على إفرها للمستشفى العسكري هل كان الرجل في المستشفى أصلا ولا نقل من قصر الرئاسة حيث كان إلى المستشفى من جديد؟ أنا ما أعلمه أنه كان في المستشفى يتلقى للقصر السببية وكانت حالاته مستقرة أما عن نسألة قطع الطرق إلى القصر الرئاسي فده ما حصلش إغلاق الطرق عند موقع الحادث وده طبيعي أنه في حادث رابي فيحصل نوع من إغلاق الطرق لكن عند القصر الرئاسي ما حصلش إغلاق طرق بالحقيقة وأنا ما أستشعره أنا شخصيا أنا حاليا بكلم حضرتك من مدينة استقافة تونسية حيث مهرجان إذاعات العربية أستاذ خالد هو فقط اسمح لي أن نشير إلى هذا العاجل أيضا رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد قال أنه زار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في مشفاه في المستشفى العسكري بتونس وأن الرجل يتلقى العلاج اللازم والفحوصات اللازمة حتى هذه اللحظة هذا هو مسار التصريحات الرسمية أوضى ما يمكن أن يقال بالضبط طبيعي أن يتواجه رئيس الحكومة للسؤال عن صحة رئيس الدولة لكن أنا ما عليش خليني أرجع للنقطة اللي كنت وقت عندها هي مسألة معرجان إذاع وتلفزيون لو كان في شيء مش طبيعي ما كانش الأمور تفير على قدم من وصاق الناس هنا المعرجان الزملاء من إذاعات وتلفزيونات العربية موجودين القنوات موجودة المفروض أنه في حصل ساهر مساء استلمنا الباجات الخاصة بالمعرجان فبالتالي أنا أعتقد أنه هناك ما يستغل يعني الوضع بخلق بلبلة ما لكن أنا شايف أن الأحوال في تونس مستقرة وأنا طبعا مقيم في تونس فشاعر بدايا نعم شكرا جزيلا لحكي أستاذ خالد سليمان الكاتب الصحفي المصري منضمن إلينا من تونس